في سياق آخر تجاوزت واردات الحبوب ما قيمته 2.11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة بأكثر من 2.40 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018 أي بتراجع قدر بأكثر من 12% حسب أرقام الجمالك الجزائرية وللإشارة فإن واردات الحبوب شكلت 34.15 من إجمال فتورة الاستراد